من جانبها نفت الخارجية والأمريكية علمها بمضمون البديل الذي قدمه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق بريت ماكورغ فيما يخص استفتاء قليم كردستان جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية هيدر نورد أكدت فيه أنهم ليسوا على إطلاع بخصوص مفاوضات المبعوث الرئاسي بشأن استفتاء قليم كردستان مجددة رفض الخارجية الأمريكية إجراء الاستفتاء مؤكدة على التأثير السلبية الذي سيعكسه على مواصلة الحرب ضد داعش